اشتركوا في القناة 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 ضروري انه القاعدة في سطح الكيكات ديما تكون القاعدة هي الوجهة من بعد ما نسقيها عفون نولي نجيب كريم تشانتي ونغلف هذيك الكيكة كامل بطبقة رقيقة جدا من كريم تشانتي كيما عودكم ديما في الكيكات استعملي كيلة بكيلة كيلة حليب بارد جدا جدا مع كيلة غبرة تشانتي ونغلف هذيك الكيكة كاملة بكريم تشانتي بعد ما نغلفها طبقة رقيقة رح نحطها في المجمد ليلة كاملة في اليوم الثاني رح نجبطها من المجمد ونكون وجد هنا رح نجيب لي رح نخدم عليها ونجيب هذي ستيلو خاص بالحلويات ونبدأ نرسم في الملامح تعالوجه للعين الأنف تحطي قدامك الصورة وتبدأ يترسمي من بعد أنا استعملت كريم تشانتي هنا قدرت لها الكاكاو أسود وزيت ضفت في الكريم تشانتي الكاكاو الأسود وعطر القهوة ورح نبدأ نرسم ملامح الوجه اللي كنت علمتهم بهذيك الآدات يعني باش مشي لازم تكون عندك قالب سينو ما تقدريش تخدمي أي كمال الشخصيات الكارتونية تقولك تخطيني المول ما نقدرش نخدم كمرا كيتشوفي لامو لاوالو واستعملنا الشخصية المفضلة عند عند أي صغير يعني أي طفل يعني أطفلكم أي شخصية كارتونية يفضلوها تقدري تبقيها كما قلت لكم البيسكويت كونديجا حطيتو في القناة قبل تقدروا ترجعوا للقناة رح تلقوها بالتفاصيل المومين وأكيد رح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هاكا هذي تكون كمرحلة أولى في التزيين هاكا من بعد راح بعد ما كملت راح نستعمل البابيون هذيك باللون الوردي كنت استعملت الملون معطر وملون في نفس الوقت يعني لون وردي وذوق الفراولة كنت اضفته في مع كريم تشانتي كي حبيت نخفقها نحاول نعمر الفراغ بتاع البابيون هاكا نحاول حاولي تخدمي يكونوا لسقين في بعضهم بش ما تبانش بش باش نتفاداو انو الكريم لطبقة البيضاء الرقيقة تاع كريم تشانتي اللي كنا درناها على سطح الكي كما تبانش ما عالجند منها ومنها باش تكون خدمة متقونا نكملوا البابيون هذيك حتى من هذا الجهة بعد ما نكمل نجيب كريم تشانتي البيضاء كنت لحتلها شوية فانيليا باش نعطي لها الضوق الفانيليا ونحاول نفوت على كامل وجه هذا الشخصية الكارتونية حتى نغلفها تماما من السطح وعلى الجوانب كان شخصيات كارتونية عديدة اختاري ما يحبوه اطفالكم والطريقة كما راكم تشوفو سهلة وبسيطة ومتحتاج مور سبيسيال ولا اي وحدة تقدر تطبقها اي وحدة حتى وكانت مبتدئ او عمرها ما خدمت كيكا راح تطبقها بعد ما كملت نروح ذوك الانف الانف كنت استعملت الملون بعد ما نكمل الانف راح نستعمل الملون الاصفر ومعطر في نفس الوقت اللي هو ذوق الليمون نسيب وقالي هذا الجنب ونروح للانف هنا راي ماما كنت شوفو ماما تحب ديما ديما تشارك كما قلت لكم اللي هو بقالي الانف الانف راح نستعمل اللون الاصفر فانا بطبيعي ما نحبش الالوان الفاقعة ديما نقولكم انا ما نش من عشاق الالوان الفاقعة الانف درتو باللون الاصفر كما قلت لكم والعطر الليمون هذه هي لبنات الكيكا تاليوم كيكا فرحوا اطفالكم شخصية كارتونية اللي هي لولو كاتي ان شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو تاليوم بلا ما تنساوا كما قلنا الفيديو هذا بالاشتراك مع حصلي الشرف انسانة طيبة 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 لدرجة ما تتصوروش خلوقة لا ما نحكي وعالطبخ مطاحة ستقوني راح تستفادوا جدا ما نش باغي نقولكم باش نخليها لكم مفاجأة راح تتبعوها وراح تتصدقوني راح تكون تطبيقات كالمطاعم الراقية تماما ستقوني ما هيش مبالغة لكن نقول في كل مصداقية ان شاء الله ياربب تتابعوها في قناتها قناتها راي جديدة ستقوني راح تستفادوا بزاف بزاف بزاف. ونقول لك حبيبتي نحبك ومعريضة الكنز وويز السلام ودمتم في رعاية الله وليما زل ما اشتركتش نقولك اشتركي باش تستفاد عفوا معنا اكثر واكثر شكرا